السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الولدين لابنائهم وبناتهم عند الزواج هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم ونحن في فست الصيف تكتر الافراح وتكتر المسارات وتكتر الاعراص فانه موسم الزواج بامتياز هذا الزواج الذي قال فيه رب العزة في كتابه العزيز ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة الشباب ذكورا واناتا عند الزواج يحتاجون لاهل الخبرة لاهل المهارة لاهل التجربة ليلقنونهم تجارب ناجحة في الحياة الشباب المبتدئ محتاج الى الوصايا محتاج الى الارشادات وهذا هو دور الاباء والامهات والاجداد والجدات ذوما كبار السن يلقنون خبرتهم وتجربتهم في الحياة الى منهم اصار منهم حينما يتعلق الامر بالزواج نلاحظ بان الاباء والامهات يتصابقون لاعطاء التجربة وتختلف من شخص لاخر هناك الامهات الصالحات الامهات العفيفات الامهات الكريمات التي يبحثنا عن السعادة لاولادهم ويبحثنا عن المصلحة وعن المستقبل الجميل يرغبون في استقرار عشي الزوجية فتجد الام توصي ابنتها وتنصحها بنصائح ووصايا غم ترشدها لما هو صالحها ولصالح زوجها وأهله غايتها ان تعمر في البيت وان تملأ البيت بالاولاد وبالسعادة والهناء وتستمر الحياة على الطيبوبة في الغالب الام تصيب ابنتها بالصبر اذا دخلت الى القفص الذهبي اصبري وكوني عاقلة وكوني صاحبة قلب كبير واجعل في ثمك سكرة وفي اذنك جوهرة هكذا الامهات الصالحات منذ زمان يفعلن مع بنتهم صنف اخر من الامهات للأسف الشديد تغربهن الحياة الدنيوية وتؤثر عليهن المظاهر البراقة ويكون هدفهن هو الماديات الزائلة فتجد الام تعطي لابنتها وصايا ونصائح ربما قد تكون سببا في خراب بيتها وفي هلاك عشها تعطيها شروطا تعجيزية غايتها ان تضر بالعلاقة الزوجية ولا تنفع اي طرف من الطرفين مثلا كأن تطلب الام من ابنتها ان تطالب هذا الزوج الجديد بان يعطي مهرا كبيرا يليق بمستوها ويليق بعائلتها وتشترط عليه ان يوفر لها سكنا مستقل بعيد عن اهله وعن احبابه وعن اقاربه سكن مستقل وان يكون ده السكن بمواصفات خاصة في حي راق وبجمالية خاصة وايضا شروط اياك يا بنيتي ان تتدلل وتقدم خدمات لأهل زوجك تخدمينهم كأنك جيت خادمة عندهم اياك ثم اياك ان تتنازلي بل اطلبي خادمة تخدمك في البيت من هرلول خصك خادمة ما عندك قدرة على ترتيب اتات البيت وتنظيفه والطبخ والنظافة والغسيل وغير ذلك اطلبي خادمة تساعدك واطلبي سيارة من النوع الرفيع لا تبدأ بالنقل العام واطلبي لباس يليق بمقامك ذهبا وفضة وكذا وكذا واتاتا وووو مطالب كثيرة قد يكون وصايا الام هي ما يغلب عليها الماديات ربما قد تكون ظروف الزوج المالية جيدة وقد يستجيب لهذه المطالب وتمضي الحياة لكن في كثير من الاحيان قد تكون ظروف الزوج المادية بسيطة لا تفي بهذه الطلبات فيضطر الى ان يتحمل الديون وان يقيم قروضا للوفاء بمتطلبات الزواج وفعلا نلاحظ الكثير من الشباب يبدأ حياته كلها بالديون يصير مقيدا بعدما كان حرا طليقا صار مقيدا بديون وقروض كثيرة وحينما يتم الزفاف الكبير حتى هو الزفاف لا بد ان يكون في مستوى رفيع يليق بالعائلة قاعة افراح من الطراز خمس نجوم وان يكون الطعام والشراب وحفل الحفل في مستوى رفيع بعد ان تكتمل مراسيم الزواج يجد الشاب نفسه انه متقل بالديون ويلاحظ بان طلبات الزوجة تسير في تصاعد لا حدود لو لا نهاي لها ماذا تكون النتيجة هل ستكون الحياة الزوجية سعيدة ام لا الجواب عندكم انتم ايها المستمعون الافاضل نريد ان نحيى في نفوسنا وفي مجتمعاتنا ان نغرس القيم الاخلاقية وان نتواصع بالمبادئ التي تساعد على جمع الشمل بين الزوز والزوجة وان نمنعه من الوقوع في المشاكل التي تؤدي الى الانفصال والى الطلاق والعياد بالله اسمعوا مني وصية ام صالحة ام طيبة ام مؤمنة توصي ابنتها ليلة الزفاف بعدما تم العرس وتم الزفاف بدأت الام توضع ابنتها ماذا قالت قالت اي بنيه انك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت ووكرك الذي فيه نشأت الى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه فكوني له امة يكون لك عبدا احفظي له عشرة خصال يكون لك دخرا اما الاولى والتانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة واما التانية الثالثة والرابعة فالتعاهد لموقع عينيه والتفقد لموضع انفه فلا تقع عينيه منك على قبيح ولا يشمن منك الا اطيب ريح والكحل احسن الحسن الموصوف والماء والصابون اطيب الطيب المعروف واما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه فان حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مقربة واما السابع والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله واما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له امرا ولا تفشين له سرا فانك ان عصيت امره او غرت صدره وان افشيت سره لم تأمني غدره ثم بعد ذلك اياك والفرح حين اكتئابه والاكتئاب حين فرحه فان الاولى من التقصير والثانية من التكذير واشد ما تكونين له اعظاما اشد ما يكون لك اكراما ولن تصل الى ذلك حتى تؤثر رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما احببتي او كراتي والله يصدع لك الخير هكذا توصي ام ابنتها ليلة سفافها وهي تودعها تعطي هذه النصائح الدهبية اختبرتها من الحياة ثم تقول لها استودعك الله الامهات الصالحات دائما يصين بنتهن بالصبر وبالقناعة وبالرضا وبالتجاوز والصفح والتسامح والاكرام حتى تستمر الحياة الزوجية كذلك هناك اباء صلحاء اباء مباركون يصين ابناءهم وبناتهن بوصايا مفيدة جدا غايتها انه يعطيها عصارة تجربة في الحياة حتى تستمر مع زوجها على المحبة وعلى السعادة وعلى الاستمرار الى لقاء الله اسمعوا ماذا يقول اب لابنته ليلة زفافها قال يا ابني ان الزواج ليس نزهة وانما هو مسئولية كبيرة مسئولية القيام بشؤون اسرة كاملة تبدأ اولا بالاهتمام بشؤون شاركها في رحلة الحياة ثم لا تلبت ان تشمل الابناء والبنات ثم الاحفاد والاصباط الزواج يا ابني ليس راحة ونوما متواصلا وانما هو عمل وتخطيط وصبر ومشاركة هكذا يوصي الابو الصالح ابنته ليلة زفافها فتروح الى مملكتها الصغيرة وهي مسلحة بالوصايا والارشادات ونقول لكل فتاة ستتزوج هذا الصيف السعيد نقول لها بارك الله لك في زواجك وبارك الله لك في عريسك وبارك الله لك في حياتك كوني وزيرة عظمة التدبير في مملكتك الخاصة كوني وزيرة للمالية تتولين مع زوجك وضع ميزانية البيت كوني وزيرة للداخلية تحافظين على أمن البيت وأمن الأسرة وأمن العائلة كوني وزيرة تربية وتعليم تربي أولادك التربية السليمة وتعلمينهم وتوجهينهم وتغرسين في نفوسهم الدين وكوني وزيرة وكوني وزيرة تموين تدبرين أمور الغداء والملبس وتتعاون مع الزوج على تنظيم هذه الشؤون كوني بلسما للجروح حينما يعود زوجك من عمله مرهقا متعبا يتوقع أن يقابلك بالابتسامة الحلوة والكلمة الطيبة والوجه المشرق الطليق وكوني له أمة يكون لك عبدا أسأل الله تعالى أن يوفق جميع بناتنا وأبنائنا الذين سوف يدخلون إلى القفص الدهبي هذا الشهر في فصل الصيف نسأل الله تعالى أن يديم عليهم المودة والمحبة والألفة والسعادة للجميع قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله